السلام عليكم متابعي قناة HD فيلم الكرام كان كل شيء هادئا في المدينة إلا قلبي وبيبدأ فيلمنا النهاردة مع جوليا وهي في غرفة التحقيقات والمحقق بيقول لها على المعلومات اللي عرفها عن علاقتها بمايكل بارغس وبيقول لها إن عارف إنها تعالجت نفسيا بسبب الفترة طويلة ومع ذلك رجعت علاقتها بي تاني فبتنكر جوليا إنها استمرت على تواصل معاه فبيوريها المحقق صور ليها كانت بعتها لي من حسابها بعد ما تعالجت وقطعة من ملابسها وبيسألها إذا كانت بتاعتها ولا لا فبتقوله إنها بتاعتها فعلا وبتكون في حالة من الصدمة ومش عارفة دافع عن نفسها وهنا مساعدة المحقق بتأكد إنها استمرت على علاقة بمايكل لمدة سنتين وبنرجع للماضي علشان نفهم القصة من البداية وبنشوف أصدقاء جوليا وهم عاملين لها حفلة وداع في الشغل لإنها هتسيب الشغل بعد ما قررت تنقل لبيت حبيبها وعلى الجانب الآخر بنشوف تيسا طليق ديفيد واللي يبقى حبيب جوليا حاليا وبتجهز تيسا بنتها ليلي علشان توديها تعيش في بيت طليقها وهناك بتقابل جوليا وبتتمنى لها إنها تكون سعيدة وبتقول لديبيد التعليمات اللي هيمشي عليها في رعاية بنته وبتسيبهم وبتمشي وبتبدأ ليلي تتعامل مع جوليا ببرود وبتقابل جوليا طريقتها بهدوء ولطف منها وبتكون متقبلة الوضع والتاني يوم بيوصل ديفيد بنته للمدرسة وبيسيب جوليا لوحدها وأثناء ما هي قاعدة بتلاقي جواب تقييد باسم مايكل بارغس وبتكون مش عارفة إيه اللي جابه هنا وبتبدأ تفتكر ذكريات سيئة معاه وكلام محبط منه ليها ولما بتيجي ليلي من المدرسة بتقعد تلعب جنب جوليا اللي بتكون محضرها لها الغداء وفجأة بيرن الجرس فبتفتح جوليا الباب وبتلاقي تيسا جايبة حزاء بنتها الخاص بدروس الباليه لإنها نسيته فبتطلب منها ليلي إنها تستنى وتتغدى معاهم وده بيخلي جوليا تعزمها لكن تيسا مش بتقدر تمشي غير لما تتأكد إن بنتها نامت وبعدها بتعتذل لها إنها تأخرت عندها وبتقول لها إنها ما كانتش قصدة تعمل كده لكن وضع فراء البنت صعبة عليها جدا وبتودعها وبتمشي وبتبدأ جوليا تهتم بالبيت أكتر وبتقدر توازم بين أهدافها وحياتها الشخصية ورعايتها للبيت وفي يوم بتكون جوليا بتتمشى في الشارع لوحدها وبتشوفه ستام معروض في الفاترينا وبيعجبها فبتدخل تقيسه وأثناء ما هي لابسة وفرحانة إنه جميل عليها بيعكر مزاجها أثر جرحة قديم على كتفها وبتتدايق والتاني يوم بتكون هي وديفيد والتيسا مع ليلي في المدرسة بيتفرجوا على العرض الغنائي بتاعها وبيشجعوها وبعد العرض بيسيبوا تيسا وبيمشوا وأثناء ما هم ماشيين بتلاحظ تيسا إن ليلي بدأت تتعامل مع جوليا بلوتف وبتحس إنها خلاص هتاخد منها مكانتها فبتحس بغيرة جديدة وبتروح الشغل لطلقها علشان تعرف طبيعة علاقته بيها وهناك بتقوله إنه تسرع في ارتباطه بجوليا وإنها ممكن تكون بنت عادية ومايرتحش معاها لكنه بيقول لها إنه بيحبها وبيفاجئها بخبر إنه هيتجوزها فبتحضنه بتعتذرله جدا وبتقوله إنها كل يوم بتندم إنها كانت السبب في انفصالهم فبيطلب منها إنها تمشي وبنشوف جوليا بترد على اتصال من رقم مجهول وفي بيت تيسا بتكون قاعدة مع بنتها ليلي اللي بتفاجئها وبتقول لها إنها مش فاكرة أي ذكريات من الأيام اللي كانوا عايشين فيها مع بعض كأسرة مستقرة وبتجيلهم والد تيسا في زيارة وبتقول لهم إنها سمعت إن ديفيد هيتجوز وبتسأل ليلي إذا كانت بتحب الست اللي هتتجوز ولا لأ فبتقول لها إنها بتحبها وده بيدايق تيسا وبعدها بتدخل ليلي غرفتها وده بيشجع الأم إنها تتكلم براحتها مع تيسا وبتقول لها إنها عاوزة تشوفها مرتاحة ومستقرة وما تفكرش في اللي فات رغم إن هي اللي كانت السبب في اللي حصل بينها وبين طلقها فبتقول لها تيسا إنها هتحاول تلاقي وظيفة وبالليل بيكون ديفيد عازم أصحابه في البيت وعلى الصفرة بتسمع جوليا صوت رنة الموبايل فبتروح ترد لكن ما بتلاقيش أي إجابة من المتصل فبتتوتر وبتحس إن في حاجة مش طبيعية بتحصل ولما بترجع على الصفرة بيسألها ديفيد مين اللي كان بيتكلم فبتقول له إنه صديقها علي وبينشوف تيسا من بيتها وهي فتحة الكمبيوتر على أبليكيشن بيديها صلاحية إنها تتصل بالرقم اللي هي عايزها من غير ما حد يعرف اسمها أو حتى الرقم اللي اتصلت منه وكمان بتكون عاملة أكاونت على فيسبوك باسم جوليا ونشر عليه صورها والتاني يوم بيدخل شخص مجهول لبيت ديفيد وبيسرق ساعته وقطعة من ملابس خاصة بجوليا وكمان خاتم وبتسمع جوليا جرس الباب فبتنزل تفتح وبتلاقي إن في ورد مبعوط ليها وبعدها بتلاقي تيسا جيالها بالعربية فبتكون منزعجة منها وبتسألها إيه اللي بيخليها تزور بيتها كل شوية فبتقول لها تيسا إن مش دايما الأمور اللي بتيجي علشانها بتكون متعلقة بيها وبتديها جواب جاي لديفيد وبتقول لها إنها لسه شايفة شخص خارج من عندها فبتقول لها إنه عامل التوصيل وبتكون منزعجة من زياراتها المتكررة وبتكون جوليا محترف أمر الوارد ومش عارفة مين اللي باعته فبتتصل بمحل الورود وبتسألهم إذا كان من ديفيد لكنهم بيأكدوا لها إن مش ديفيد اللي اشتراه وبالليل بنشوف تيسا وهي بتكلم مايكل من الأكاونت اللي عملته باسم جوليا وبينهم شات عطفي وكمان بتبعات له صور لجوليا وبتكون جوليا بيتها متضايقة جدا بسبب إنها دورت كتير على الخاتم بتاعها ومع ذلك ما قدرتش تلاقيه وتاني يوم جوليا بتقابل تيسا بالصدفة وبتكون تيسا رجعة من اجتماع مجلس الأباء فبتعتذر لها جوليا على الطريقة الجافة اللي كلمتها بيها آخر مرة فبتقول لها تيسا إنها مسامحاها وبتقترح عليها إنهم يتغدوا مع بعض فبتوافق جوليا وأثناء ما هم قاعدين في المطعم بتبدأ تيسا تحكي لها عن تجربتها في إنها تنقل من بلد لبلد وبيتضح إن جوليا كمان وجهت نفس الظروف وبيبدأوا يتكلموا عن ديفيد وليلي فبتقول لها جوليا إن ليلي لطيفة جدا فبتقول لها إن عندها حق وبتقول لها إنها عاوزة تعترف لها اعتراف وهو إنها كانت خايفة جدا من مقابلتها وبتبدأ تمدح فيها فبتشكرها جوليا وبتقول لها إن هي كمان كانت خايفة من المقابلة بسبب إنها مامة ليلي لكنها خلفت توقعاتها وطلعت شخصية مثالية وبتعترف لها تيسا إن علاقتها ببنتها اقوى من العلاقة اللي كانت بينهم قبل ما تنتقل للحياة معاها وبتبدأ جوليا تقلق من امر الاتصالات المجهولة اللي بتواجهها فبتتصل بالليل بصحبتها وبتحكي لها وبتقول لها انها شكة ان مايك الحبيبها القديم هو اللي بيعمل فيها كده فبتهديها صحبتها وبتقول لها ان شكوكها مجرد اوهام لان ما فيش حد يعرف عنوانها الجديد وكمان ما عندهاش اي اكاونتات على السوشيال ميديا وبتفكرها بموقف مشابه لما كانت مطاردة وشكت في شخص معين وفي الاخر اتضح لها انه ديفيد وهنا بيتضح ان تيسا هي اللي ورا سرقة الخاتم والساعة والملابس من غرفة جوليا وبتبدأ تجمعهم مع بعض في علبة واحدة وفي يوم بيكون ديفيد وجوليا وللي خارجين مع بعض وبيقف ديفيد لوحده وبتكون جوليا بتتمشى مع للي وفجأة بيجي لها تليفون من نفس الشخص المجهول ولما بترد ما فيش حد بيرد عليها ووقتها بتقفل الخط وبتبص جنبها مش بتلاقي للي فبتفضل تدور عليها في كل مكان لكن من غير اي فايدة فبتروح لديبيد وبتقوله اللي حصل فبيقول لها انه هياخد الامن ويروح يدور عليها وبتروح جوليا تدور عليها وسط البنات وفجأة بتبصوا قدامها فبتشوف تيسا وليلي واقفين مع ديفيد وبتقول تيسا لديبيد انها لقب بنتهم بتتكلم مع شخص غريب ما تعرفوش وبتقوله كمان ان اللي حصل كان اهمال من جوليا ولازم تاخد بالها اكتر من كده لانها هي المسؤولة دلوقتي عن بنتها وفي البيت ديفيد بيسأل جوليا عن الشخص اللي كانت بنت وقفة معاه فبتقوله انها ما تعرفوش فبيقول لها انتي سألت له انها ممكن تكون عرفاء لكنها بتنكر وبيلاحظ ديفيد عدم موجود الخاتم في اديها فبيسألها عنه فبتقوله انها كانت بتستحمى وثبته في مكان ونسيت حطته فين فبيسألها عن الورد والشخص اللي جابه لها فبتقوله انه اكيد وصلها عن طريق الخطأ وهنا بيقول لها انه عارف انها اصبحت شخص تايه ومش عارف يتصرف في حياته فبتحصل بينهم خناءة وبيسيبها ديفيد وبيمشي وهو متدايق منها ومتعصب وفي يوم تاني بنشوف تيسأ وهي بتحاول تدرب بنتها ليلي على ركوب الخيل قدام بيتها لكن ليلي بتكون خايفة فبتيجي جوليا وبتقول لها ان البنت لسه مش مستعدة تمارس ركوب الخيل فبتقول لها تيسأ ان دي حاجة تخصها هي وبنتها لكن جوليا بتاخد ليلي وبتمشي علشان توديها الباباها ابدا عن اللي بيحصل وتاني يوم بتكون ليلي عندما موتها في البيت واللي بتلاحظ ان جوليا مش عارفة تسرح لها شعرها كويس فبتاخدها البيت جوليا وديفيد بعد ما قصت لها شعرها وبتتدايق جوليا جدا من اللي عملته في بنتها ووقتها بتطلع ليلي على غرفتها وهي حزينة من غير ما توجه كلام لحد فبتطلع وراها تيسأ علشان تعلمها ازاي توديعها قبل ما تمشي فبتطلع وراها جوليا وبتوبخها على اللي عملته فبتقول لها تيسأ انها ما عملتش حاجة وان هي السبب في اللي بيحصل بسبب تربيتها الجديدة اللي لي وفجأة بتسمع تيسأ صوت ديفيد وهو داخل البيت فبتمثل انها بتتخانق مع جوليا وبترمي نفسها من على السلم ولما ديفيد بيدخل بتقول له تيسأ ان جوليا هي اللي وقعتها فبتحاول جوليا تدافع عن نفسها لكن ديفيد مش بيديها اي اهتمام وبتمثل تيسأ قدامه انها مظلومة وبتنزل ليلي وهي قلقانة على ممتها لكن ديفيد بيطمنها وبياخدهم الاتنين وبتمشي علشان يوديها للدكتور ولما بيرجع ديفيد بالليل بيواجهها باللي حصل فبتقول له انها فعلا وبختها بسبب اللي عملته مع ليلي ومسكت ايديها لكن ما وقعتهاش لكن بيبقى واضح على ديفيد انه مش مصدقها ولما جوليا بتحس بداه بتقول له ايه اللي ممكن يخليه انه يصدق شخص تخلى عنه وضحى به ويكذب اللي بيحبه عايش علشانه وبتقول له انها عرفت من تيسا انهم حاولوا يرجعوا البعض علشان ليلي فبينكر ان ده حصل وبيقول لها ان تيسا بتدعي حاجات مش حقيقية وكمان الافضل لليلي انهم يفضلوا منفصلين وبيعترف لها انه ساب تيسا وبطل يفكر فيها بشكل نهائي ومفيش في حياته حد غيرها وبيقول لها انه خلاص هيتجوزها ويعيش معاها عمره كله فبتطلب منه انه يقول كل الكلام ده لتيسا فبيوعدها انه هيعمل كده في خلال الايام اللي جاية وكمان هيلومها على اللي عملته مع للي وفي يوم بتكون جوليا قاعدة لوحدها في البيت وبتسمع صوت غريب فبتحاول تلاقي مصدره وبتتفاجئ بمايكل صديقها القديم قاعد قدامها وبيقول لها انه جيه الوقت اللي يتقابله فيه بجد وبيتهجم عليها فبيستغرب رد فعلها وبيقول لها ان هي اللي بعثت له العنوان ولما بتلاقيه مستمر في افعاله بتسحب سكينة من المطبخ وبتضربه بيها وهو كمان بيبدأ يضربها ويدفع عن نفسه لحد ما بتقدر جوليا توقعه وبتخرج برا البيت بسرعة وفي الوقت ده بتكون تيسا قاعدة في عربيتها وبتصورها بكاميرا وهي طلعة تجري وبعدها بتدخل البيت وبتكون لابسة جوانتي علشان تخفي بصماتها وبتلاقي مايكل واقع في المطبخ ولسه عايش فبتقتله بنفسها علشان تثبت الجريمة على جوليا وهنا بنرجع للحاضر مرة تانية في التحقيق وبنشوف جوليا وهي بتوضح للمحقق ان تيسا هي اللي وراء كل اللي حصل لكن المحقق بيكون مش مصدقها اما ديفيد فبيقول لها انه عارف انها بريئة وبيعرض المحقق ساعة على ديفيد وبيسأله مين صاحبها فبيقوله ديفيد انها ساعته فعلا وبيروح ديفيد يزور تيسا في بيتها علشان يشوف بنته وبيلاحظ وجود الخاتم اللي تسرق من بيتهم في ايديها وبيكون الخاتم ده هو خاتم الزفاف اللي اشترى لجوليا ولما بيسألها عليه بتقوله انه بتاعها وبتضربه بحديد على دماغه بتخليه يفقد الوعي وبعدها بيتم اطلاق صراح جوليا فبتروح لبيت تيسا وهناك بتلاقي ديفيد فاقد الوعي وبينزف فبتطلع تاخد ليلي قبل اي حاجة وبتدخلها العربية بتاعتها علشان تاخدها لبيت ديفيد ولما بترجع علشان تاخد ديفيد بتلاقي تيسا بتكتفه واول ما بتشوف جوليا المنظر ده بتحاول تتصل بالشرطة وبتدخل في قتال طويل مع تيسا وبتحاول تيسا تاخد سكينة وتقتل جوليا لكن جوليا بتقدر تقاوم وتدافع عن نفسها وبتاخد منها السكينة ولما بتبص تيسا لنفسها في المرايا وبتلاقي ان وشها تشوي بتروح تحضن جوليا وهي مسكة السكينة علشان تخترق جسمها وتتخلص من حياتها على ايد جوليا بعدما وصلت لليأس والاحباط تماما وبعد فترة بنشوف ديفيد وجوليا بعدما تجوزوا ومعاهم ليلي وفي يوم وهم قاعدين مع بعض بتسمع صوت نباح الكلب ولما بتروح تتأكد بيلقوا جدة ليلي جاية علشان تشوفها وبكده بينتهي فيلمنا النهاردة ما تنساش تدعمنا بلايك وتكتب لنا رأيك في كومنت علشان توصل لك كل ملخصات HD فيلم